ميز الله الازمنة وفضل بعضها على بعض بالنظر الى ما يحصل فيها من خيرات وما يكتنفها من ثمرات ومن عادات المجتمع المدني الكلام الحسن والترحيب بالقريب والغريب ويعتبر كل فرد في المدينة ان الزائر للمدينة هو زائر له وهو بالتالي يضيفه بدون ان يشق على نفسه ويقدم له ما في مقدوره له فيتميز اهل المدينة المنورة ببعض الاكلات والمشروبات الرمضانية المشهورة في الماضي والحاضر الاكلات اللي الجمعان كانت عندنا ردامات الشربة مكارونا لبن الزبادي مع الدقة وحاجات كده خفيفة وفي نفس الوقت تقدروا حاجات يسلي وبعدا اذا كانت تكمل اغلب الاكلات المشهورة اللي ما تخلى منها صفرة في المدينة اللي هي الفول الدقة المدينة والزبادي والسوبية السوبية طبعا شي ضروري في الله والسنبوسة اذا امعنا النظر في تفاصيل الزمان نجد ان شهر رمضان في الطليعة فهو خير شهور العام ويتبارى فيه المجتمع المدني في التحضير والتهيئة لاستقبال خير الشهور بالمأكل والمشرب وفي مختلف احياء طيبة الطيبة وفق طريقتها وعاداتها وتقاليدها الموروثة الممزوجة بالفرحة والسرور والله السنبوسة والجميات والفول والتميز واللبن والشريك معروفة طبعا المدينة بالشريك واللبن وكده والبشامل والتبولة والاكلات يعني زي كده والكبة والشربة هم شي الطبق الرئيسي هو الشربة في المدينة المنورة ومن جوار اكرم الخلق وسيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام تتلقاك السماحة ويشدك الكرم الذي يتجلى في ابهى صورة في رمضان فامام الهدى محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان اجود من اقلة الغبراء واضلة الخضراء وكان اجود ما يكون في رمضان سعود الحربي الاخبارية المدينة المنورة